السلام عليكم اللي تشوفونا بالصورة أمامكم هو فرمان علي خان من موليد عام 1977 باكستاني مقيم ويعمل في السعودية قبل 13 سنة وتحديدا في عام 2009 فرمان علي خان كان له موقف بطولي ومشرف أبهر جميع السعوديين وأهالي الخليج والوطن العربي أثناء هطول الأمطار وجريان السيول في مدينة جدة الكثير من الناس غرقوا في السيول عدد الضحايا كان 114 شخص أسأل الله أن يرحمهم ويتقبلهم كشهداء حق علي وحق على كل شخص أن نذكر هذا الرجل ولن تجاوزه مهما بلغ الأمر أخونا فرمان علي خان استطاع أن ينقذ 14 شخص من الموت بعد ما أنقذ 14 شخص حاولنا ينقذ البقية ولكن استشهد رحمة الله عليه أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه أمر بإعطاء ذويه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده وموقفه البطولي المشرف تم تسمية شارع باسمه فرمان خان في مدينة جدة وفي عام 2019 ولي العهد محمد بن سلمان طول الله في عمره أمر بإنشاء مركز صحي في باكستان باسم شهيد فرمان خان رحمة الله عليه رحمة واسعة أصدر الله أني تقبلك شهيد السلام عليكم